لهذا الكرت كمان بشوف ممكن يمس العاطفة ممكن تروح من اقصى البرود لاقصى اه الازدهار الحياة عم بتعيش مشاعر جديدة عم بتعيش مشاعر جديدة مع شخص اما جديد ممكن يكون هوائي او ناري او مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل عم بيصير فيه التقاء بناتكم ولكن انت ويا عم بتكونوا عكس بعض عكس الشخصيات يعني اه شخصيتك انت حامي كتير هو بارد كتير هو عم بيفكر كتير انت ما بتفكر يعني بغض النظر عم بيكون فيه اختلاف كبير مش بس اه بالامور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر لا حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين اه او مكملين خلينا نقول لبعض فانا بشوف اه انت موجود مع الشخص اللي بناسبك اه تحتيها مباشرة شايفي برضو فيه سفر هون يعني فرصتك بالسفر يعني ذراء كتير كبيرة اه خلال فترة ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر بعد هذا الشهر خلال هاي الفترة اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون فيه اخبار حلوة اه عم نوقع على ورق عم اه بيصير فيه اشياء حلوة من ناحية السفر عم توصلنا تطمينات اه ولكن السفر نفسه رح يكون بعد هاي الفترة على الاغلب. اه كمان بشكل عام. اه رح تواجه حد اما بمحكمة بقضية او امر بتعلق بالمال عم بتواجهه انك بدك حقك او هو بده حقه اه عم يعني عم بتحصل على اللي بدك اياه في هذا الموضوع عم تنتصر في هذا الموضوع اذا كان اه محكمة مثلا حضانة اطفال او على مال معين اه على شي معين اي شي في محكمة في قضايا في امور مالية انت عم بتكون اكتر اه يعني الكفة رح ترجح اه للك انت. شايفيتك بهاي الفترة ما عندك جلادة للصبر اه يعني ما عم تكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير استنى. فمن حقك يعني بس اه التغيرات ما رح تكون اللي هي كتيرة بهاي الفترة. لا شوي شوي عم تتغير للأفضل. المهم انها تتغير للأفضل. اه فنكون بس اه صبورين شوي. عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كتير وقت. عم بتضيع فرص. عم بتضيع اه مشارة. ما عم تكون كتير مركزة في اه الدراسة. فنصيحة لبجر العذراء اللي عم يدرسوا او عم يعني يقدموا لمناح عم يدرسوا دراسات عليا. اه خاصة اللي يعني بلد تاني غير الوطن. اه لا يهتموا في هذا الموضوع كتير لانه يعني رح يكون كيف رح يكون هو الفاصل في حياتكم. اه رح كتير تلقوا اه يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم كتير انك اه يعني فعلا تركز على الموضوع. ولازم تحاول اكتر من محاولة. ما تيقس بسرعة. لانه شايف بهذا الكرت شوي شعور باليأس. اه شوي انك مليت يمكن من الدراسة من موضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسة. ما عم يكون عندك صبر. فبنقول لك لا. في لازم يكون في صبر. لانه في بالنهاية. رح يكون في عندك شخصين بيساعدوك. اه او شخص بيساعدك في موضوعين او موضوعين رح يمشوا. موضوعين رح يمشوا عندك عن انت استنى يعني فيهم اه فترة طويلة هدول الشغلتين. طبعا انا ما بعرفهم انت اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع اه عمل. ممكن يكون صحة زائد عمل. المهم في موضوعين في مجالين انت عم تستنى فيهم اه فرصتين او عم تستنى او امنيتين عم يعني بتستنى هم عم بيكونوا بين ايديك في اقرب وقت. اه عم بشوفك هاي الفترة. اه شوي عم تهتم بنفسك اكتر. عم تطلع على نفسك اه اكتر مش اناني يعني لا اه وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك. عم بتكون اه شوي تهتم في نفسك وهذا اشي رائع يعني بالعكس اه عم اه بتحب عيوبك. عم تتقبل نفسك كما هي اه هذا الشيء كله بيزيد طاقتك. كله عم بيصير عندك اه طاقة ايجابية في هذا الموضوع. اه وكأنه الطرف الثاني عم بيحسسك انه انت شوي يعني عم بتكون اه قليل او يقلل من قدرك ولكن انت عم بتعمل العكس بالعكس. عم اه تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في اه في اه باتجاه معاكس. ما عم تحقق له اللي بده يعني. خلينا نشوف بالعاطف شوي. لبرج العذراء. او. رح اعتمدهم عفكره. لا والله ما رح اعتمدهم لانه تكرروا. خلينا ناخد كروت اه بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا. شوف هون بشوف اه في عندك اه صراع مع الشريك. رح ينتهي هذا الصراع على خير. عم بتكون كتير عصبي على الشريك او الشريك عصبي يعني هاي القراءة بتكون عامة وعكسي القراءات العاطفية مثل ما بتعرفو. عم بتكون كمان اه بدك تستعجل بالعلاقة. بدك تعمل تطورات كثيرة بالعلاقة. عم بتروح العلاقة لناحية جدية اكتر ما هي اه كنت انت بلش يمكن في العلاقة كهيك انت او الطرف الثاني. اه كعلاقة عابرة وعلاقة عادية. ولكن عم بشوف التطور في هاي العلاقة. شوفوا هون العلاقة الثلاثية عم تنتهي. فيه فيه طرف تالت. اه فيه عائق يمكن يكون فيه كزا. هذا عم ينتهي لانه الكاذب تطلع مقلوب. فنكون متطمنين اذا كنا عم نشكين او كزا. بالشريك او بخيانة اه الشريك. قلتلك قبل شوي انك اه عم تهتم في حالك. فبين عنا انه من ناحية عاطفية. تكرر عنا تقريبا نفس المعنى. I am always rewarded for all I do. يعني انت بتستحق كل اللي اللي عم تعمله عم تستحق انك اه تاخد الجائزة عليه او انك تربحه. فعم بشوف عم بتضيع مش عم بتضيع عم تبذل الجهده كبير بالعلاقة وهذا ما رح يروح عليك. انت مفكر انه انت الخسران او راح عليك كتير لا. مبين كتير انه شوف في هاي الفترة كان عندك اه طاقة سلبية ما بعرف شو هي يعني اه حسد عين سحر ما بعرف. هاي عم تنتهي هذا الشهر. ليش? لانك عم تستشفي. بديك التنتين عم بتحاول الاستشفاء. عم بتحاول اه انك تستشفي. شوف هاي الامور كانت مسبب اه كانت مسببة تأخير معين تأخيرات في الحياة في العلاقة العاطفية بما انه فتحنا على العلاقة العاطفية اه ولكن شوف بقش فيه ورا الاستشفاء. فيه ورا الاستشفاء كتير امور او اماني رح تتحقق. وكأنه هذا الموضوع الطاقة السلبية كانت حاجز بينك وبين امنياتك. اه فبشوف امنياتك ممكن تكون في الحب يعني اكتر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع انه احنا فتحنا على القراءة العاطفية. اه قلنا انه جلد الذات او اه التفكير في الاخرين رح يقل. رح يتفكر اكتر في حالك. اه دايما كنت تسأل عن الشريك او تهتم بالشريك زيادة عن اللازم. الان عم اه تنقلي بالاية. هو عم بيكون اه كتير معصب وسترس في الفترة الجاي. عم بيحس انه انت عندك اه طرف ثالث ممكن عم يشك شوي عم بيغار شوي وهو المطلوب. فعم بشوف كتير اه انت عم تربح المعركة. اه ولكن خلينا نقول اه بسلاح ناعم بطريقة ناعمة. مع انك بالماضي كنت تستنى الكارمة. كنت بدك اه حبيبك او شريكك يكون اه خلينا نقول اه في ضائقة في مشكلة في كزا. فلا بالعكس انا بشوف فيه التقاء بيناتكم. اه هون بشوف العزاب. العزاب في فرصة حلوة يعني قدامكم. خاصة من برج اه مائي ممكن يكون. اه في ناس رح تترك القديم وتبلش قصة جديدة. تبلش قصة جديدة مع شخص جديد. اه مختلف تماما في في الصفات من اه عن الشخص القديم برضو يكون مائي. شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون احلى رح تكون اه فيها مشاعر اكتر فيها اه عدل اكتر. اذا هذا كان بشكل عام للعاطفة. الطاقات زي ما انتوا شايفين في ترابية. في نارية. وعم بتكون كمان مائية. وفي برج الدلو. كل شوي بيطلع لي. في عندك حبيبي كمان اه انتصار بالعاطفة. انتصار اه مؤجل. اه لكنه مية بالمية رح يتحقق. كارت طلع مقلوب. في تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود. رح يتحقق. يمكن مش لهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها. يمكن انتصار هو على طرف ثالث. لانه الطرف تقين عنا بوضوح. فخلينا نشوف في شكل عام. شو المصيحة اللي ممكن? تقدم لنا ياها الكروت. لبرج العذراء. اه بيقول لك عم تهتم كتير بالتفاصيل. عم بتفكر. اه عندك مخاوف كتير كبيرة. اه مش بمحلها. في عندك توترات مش في محلها. اه ما في شي تتوتر علشانه او كزا. عندك مخاوف من شيء معين. اه مخاوف ما عم بتكون برضو بمحلها. كل جملة عم بتخلص بمحلها. كتير قولت كلمة بمحلها. طيب. فبيقول لك اطلع من هاي الطاقة اطلع. او انك كمان عم بتفكر بنطاق ضيق. عم بتفكر ما عم تشوف الحياة. يعني اطلع برا وشوف البرسبكتف. شوف حياتك كلها تاكتبها يعني مش تكتبها على ورقة. يعني حاول انك تشوف ابعد من هيك. خلينا نشوف كرت تاني لا. للعذراء. بيقول لك هون انه الجأ للاخرين. الجأ للشريك. ممكن يكون عكسي كمان. ممكن يكون. بس هذا اليك مش للشريك. بيقول لك ممكن تستعين بالشريك او شخص مقرب منك لحتى يعني لحتى تمشي بازمة معينة لحتى تنهي ازمة معينة. هي رح تكون عندك ازمة هيك علماشة يعني مش لفترة طويلة. اللي هو موقف اه مشكلة صغيرة كزا. المهم يعني موضوع رح يتم اه بالاخير رح رح تنجى منه او رح تخلصه على خير. بس بيقول لك انه اه في ناس ما تدقلها ايدك. فما تطنش. ممكن الشريك اه عم بيطلب الرجعة. انت ما عم تعطيه ايدك. او ما عم تحاول. بيحكي لك انه لأ اقبل. خلينا نشوف مثلا هدول ايش بيقولوا لنا? الله هو اكبر عم بيقدن. هون بيحكي لك. شوف هون انا بشوف طاقة سحر. طاقة اه اللي هي مش السحر السحر. لا اه انك انت رح تكون ساحر. انت ساحر حبيبك اه ساحر وباشياء كتير من برة ومن جوة يعني كشكل كا اه مظهر ككيف تلبس بتحكي تتصرف. عم بيكون كتير معجب فيك او ممكن تكون شخص جديد معجب فيك. حقا. حقا. حقا.